دي عربية امازون برايم طبعا العربيات دي في منها بالآلاف دلوقتي في كاليفورنيا بيتنفسوا مع الرجل اللي جنبي ده اللي هو جاي جنبي ده اللي هو ده بالبريد العادي اللي اتنهاردة الحد المفاجأة اللي اتنين باهم يشتغلوا الحد طبعا امازون بتعمل دي لكل حاجة بعد الكوفيد دلوقتي الحاجات الانلاين بما فيها الشوپنج اللي بتاع ده اقمن انك تعمل اردر من امازون فالعالم بتغير دلوقتي بشكل كبير امازون ممكن يوصلك خلال ساعتين ساعات امازون برايم ده الدليفري لغاية البت ببلاش اللي بيشتغل في امازون بياخد ما بيتعملش معاملة كويسة زي ما الناس فاكرة يعني في الدول بيشتغلوا اتناشر ساعة شفت او عشرة لتناشر ساعة على حسب وبياخدوا تلاتة عشر دولار في الساعة بس المهم انه هو ينقل من تلتمائة لخمسمائة دليفري طبعا هتقولي ازاي ده مستحيل لا هو في كل دليفري بيعمل خمسة باكيجز او حاجة او مثلا يخش مبنى كبير يكون فيها عشرين دليفري فاللي عايز اقوله انه هوت انها شغلانة مش سهلة خالص بيشتغل اربعة وعشرين ساعة seven days a week shifts يعني طبعا هم كان اخر مرة كانوا عايزين مئة الف عامل ده يبقى لكم ان العالم بيتغير بشكل كبير المحلات ممكن كلها تقفل اللي في امريكا زي ما قفلوا قبل كده المكتبات وباعوا الكتب رقمية فممكن يقفلوا كل المحلات وتبقى الحياة كلها رقمية الحياة كلها virtual sorry ان انت قاعد في بيتك كل حاجة تجيلك وتشتغل وانت قاعد في البيت وكوفيد 19 عمل نقلة كبيرة جدا في العالم 2020 ده هيكون عام يعني التغييرات اللي العالم بيقول ايه قبل قبل 2020 وبعد 2020 لان في 2021 وانت طالع العالم هيكون اختلف جدا عن العالم اللي احنا شفناه في 2019 بس شكر جدا